موسيقى مشاهدين الكرام في أرياض على الوطنية الأولى مرحب بكم لكي هذا العدد الجديد من الأحد الرياضي أين شاء الله عيدكم مبروك كل عام وأنتم حين بألف خير رحب بكم والرحب كالعادة بأسرة وضيوف برنامج الأحد الرياضي كالعادة حصلت معنا كابتن خالد لمولي مرحبكك خالد مرحبك حالد مرحبك أينيس مرحبك إستاذي الحضور السيدة المشاهدين وكل عام أنتم ب خير كل عام وأنتم ب خير سعادة إن يكون معنا اليوم كابتن طرق سالم مرحبك مرحبا بكم ومرحبا بسيادة المشاهدين إن شاء الله عيد مبارك على علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل وإن شاء الله ربي يكون في هذه الأيام الصعبة مع أهلنا في فلسطين في هذا الشيء اللي صار ربي يثبتهم وربي ينصرهم إن شاء الله سعادة أن يكونوا معنا زمينا الصحفي الرياضي إسكندر إبراهيم على موزايكا مرحبا إسكند؟ مرحبا يا أنيس مرحبا يا الولاد الكل تحايا اللي تفرجوا فينا الكل إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام تمحين بل في خير كابتن ردويل فالحي عيدك مبروك مرحبا بيك أنيس عيدكم مبروك ناس كل وأكيد كل المشاهدين إن شاء الله ربي يرفع علينا الوباء هذا يقبل كل شيء وإن شاء الله ربي ينصر إخواتنا في فلسطين وديما في فلسطين حرة وإن شاء الله يجي نهار لنشوف فيه معناتها القدس متحرة ونس غديك معناتها يعيشوا الأعياد والمناسبات هذه كما ناس طبيعية إن شاء الله كابتن حسين علي الحاج علي إن شاء الله حيدك مبروك مرحبا بيك أنيس وجماعة الكل عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام الشعب التونسي حيد خير وإن شاء الله كما قالوا الأولاد فلسطين إن شاء الله حرة كما يتمنىها كل الشعب العربي والشعب الإسلام شكرا لكم الكل تقبل ذربة البيضين ذكروا بأبرز محاور وفقرات سهرة اليوم من الأحد الرياضي إذن في عدد اليوم في ربع نهائي رابطة الأفريقية ترجي ينهزم ذات شباب بلوزداد في أول مواجهة بين الفريقين في المسابقات الأفريقية في كأس الكافة ناديس فيقسي وعلى أرضية ميدان ويعجز على تحقيق الانتصار على شبابة القبيل في الجولة الأخيرة لبطولة الربطة المحترفة الأولى خمسة أنديا معنية بتفادي نزول وثلاثة في رقتة السارع من أجل المركز الثالث في تحقيق الأسبوع تقل تألق الإطارات الافانية تونسية خارج الوطن هذا بطبعا إضافة إلى فقرات أخرى ثارية ومتنوعة مرحبا بكم الناس الكل من جديد كما قلت البداية تكون بمباراة التراجع شباب بلوزداد وللأسف التراجع يعود بهزيمة 2-0 من الجزائر قد تصعب الوضعية في لقاء العودة باش نحكيه أكثر عن المباراة هذه لكن قبل ما نمشيه فنيا للمباراة هذه نحكيه مع اسكندر إبراهيم لكنا نعرف الظروف لرفقة المباراة هذه قبل المباراة والوفد خاصة الوفد الإعلامي والجماهير اللي كانت مع تراجع هذه التونسي شنية صار معها قبل المباراة كانت ليلة كاملة 21 ساعة تقريبا في مطار الجزائر اسكندر تقريبا نهار كامل إذا نحكيه 21 ساعة تقريبا 24 ساعة تعديه في المطار الهواري بوميدين هو خلن كلمتين نحن نفسروا شنو اللي صار الجزائر مسكر لحدود متاحة عندها تقريبا أكثر من عام نعرفوا ظروف الصحية نعرفوا غيروا دايور تحسنت بارشة الأمور الصحية في الجزائر وشفنا كيتخنى أن الأمور خير بارشة من قبل لذلك عليش حاولوا يحافظوا على الوضع الصحي اللي عندهم على التحسنت على الوضع الصحي اللي عندهم الشي اللي صار أنه يزمك تبعث الليستة وشكونا هنا يبعث الليستة ويدارة تراجرات التونسي كل سواء بالنسبة للملعبية الوفد المرافخ وغيره هذه رحلة خاصة تراجرات التونسي هو اللي يبعث الكتاب العامة تبعث للسلطة الجزائرية وهذا اللي حصل هما دوليست الليست فيها الملعبية ستاف تكنيك والجزء من الستاف أدمنستراتيف والباقي معناها فما أعضاء من اللجنة القانونية بعض المرافقين المستنسيين ديما يمشي مع تراجرات التونسي مع الوفد الأعليمي الموجود تقريبا عشرين واحد الوفد فيه الكل فيه ثمنتاش ذوما الموجودين في الليستة الثانية اللي صار أنه وقت لوصلنا المطار الأسامي الموجودة في الليستة له لا تعدين فما حتى مشكل الليستة الثانية قولك يجبك تقعد لهنه ما فيميش مرور حتى يبدأ عندك البيسيار وغيره ويلزم الموافقة الموافقة شنوه فما روتار امتي روتار صار تأخير صغير في بعثين الليستة الثانية ممكن وقت اللي وصلت فيه نهار عيد نهار في رياه تعرف الجزائر ما فيميش ما تخدمش ما تخدمش معناها ناس كل مرتاحة حتى السيد المسؤول على الأمور الصحية والينسق مع الوزارة الداخلية والوزارة الأولى في الجزائر ما هوش موجود بعيد على عائلته مش هي عيد والبعيد على العاصمة الجزائر مش هي عيد الأمور قاعدت بين أخذ ورد كانت تنجم اللي صار مع الجزائريين مع السلطات ملوهمش لكن كان ينجم التعامل أكثر مورونا بين تونس والجزائر كان سيئة لبرشة واحنا ماشيين غادي كبش نخدمهم فماش حاجة أخرى لنا سياسة لأشياء السياحة لأشياء درجين بالتاليبون الأمور تتنظم قاعدنا نستناول الليلة الأولى العيدة الليلة الثانية جور في رياه تعرف نهار الجامعة هو كيما لحد عن نحنا راحة وسبوعية تشدت الأمور شوية تحركت شوية لهنين الجهات خاصة يدار ترجي معنا بكل صراحة كلموا لرئيسة الجمهورية رئيسة الحكومة حتى الناس اللي عندها علاقات مع الجزائر مشيت الأمور كمال يلزم في الأخير هما 21 ساعة بالضبط صعب شوية لكن الحمد لله تعديد سلامات حتى ما كانش فيما ماكلة ما كانش فيما شورب يدار ترجي ممكن موغدوا الصباح بعثتنا شوية باش الناس كلها على أقل تقمت أكل وتشرب في ترانزيت سالة صغيرة مسكرين عليك شوفنا بعض السوار ممكن حتى نجي أكثر من هكا فما قينا واحد جزائري سبع أيام موجود غاديكا غيانكو على خطر عنده أخداه هو الموافقة وجاهم بعض الفاليديتين ما في بلوش أنه تقعد شهر الفاليديتين هذيكا جا بعد نار نارين يخدم في قطر جا وقعد سبع أيام وحالة مانا نفس سنية استعيبة برش موقعنا كيشوف نمالولد خلنا سبع أيام ونحنا عشرين ساعة حمد الله يا ربي مانا هذه جاو تحركت الأمور هذا اللي صار المفروض يكون بروتوكول خاص بوفدة تراجب بما أنه يعني فما مباراة ويعرفوا سلطات السلطات يعني في الجزائر يعرفوا للتراجب يجي حاضروا على قل بروتوكول خاص برحلة التراجب الانتونس كانت نجم تكون أكثر مرورة الويداد زادة كان موجود وتخل في دير فريق الويداد المغرب كانت شفا مبارس صعوبات الحمد لله هو شكر خاص للسلطات والناس كل اللي دخلت باش على قل سرعت خطر كنا في ريسك نجم ونقعدوا حتى لين تروح طيار التراجب الانتونس خطر فرما حتى الطيارة تروح لتونس بخلاف الطائرة الخاصة اللي كانت موجودة وقتها في المنطقة وبعد دليل هذيك يعني كيفاش كانت الامور يعني تنقلتوا لنزل ما يلتحقنا بالنزل بو بقريبا ديريكت للعمل اللي كنتوا مباراة ديريكت وممشينا نخد ماشي ما عندك حتى وقت للراحة الحمد لله لقينا الظروف الكل على الأقل هو اللي هنيك وقته تمشي تهنع الوافد الملعبية ستاف الناس اللي كون شاركة في المقابلة ومورهم خمسة على خمسة ما فهموا حتى موش كدوا تنظيمين اسكندر كيفاش كانت مباراة يعني بعد وقبل المباراة تنظيمين ما فهميش حاجات نجمو نحكي ولا حاجات تعطل ولا حاجات خائبة الحق معنى ظروف اللي قامة وكل شي كان موفر للملعبية من التنقل للملعب كل شيء كل شيء ما خليت حتى معنى مجال الصفت ولا لحظة لصدفة لإدارة ترجرة تونسي كانت الملعبين عندهم ما يطلبوا أكثر من أكاكاستاف زادة كيف كيف على مستوى التعامل زادة الجزائرية جامعة الجزائرية لكورة القدم وموثلي فريق سياربية زادة كانوا موجودين صفارة خدمة خدمة كبيرة زادة إلى جانب الإدارة متعلقة ترجرة تونسي وقته كانت موجودة معاها دونك كل شيء كان موفر حتى في وقت المقابلة فهم الحاجة الوحيدة اللي نحكيوا عليها ممكن حتى كانت شايفت في التلفزة فهم عدد كبير من جماهير فريق الجزائرية لأنه ديما نقطة الاستفامل يلومون احنا تونسي كانت دخلوك العشرين المياه اللي هو كانت فهم على الأقل خمسة مئة واحد موجودين والأكثر من هكا كانوا موجودين في تربين ديبريس في منص صحفيين يزمك تشوفه قبل المقابلة شنو أصير في منص صحفيين تقريبا منصة هز خمسين ستين صحفي كان فيها ثلاثمية الكل أتصفق قول أتغني قبل ما يبدأ ما فتفهم أنه كان فهم ممكن بعض صغرات التنظيمية اللي هنين حاب نعرف أن الكاف كي تشوف حاجات كيما هيدي كيفاش تتصرف بس كي تصرف كي ما تصرف معنا نحنا توانسة وإلى ليه نشوفه شنو بشي صير بعد الرابور لكن زادة ما يزمش يكون فهم ملايما كبيرة على الفراق التونسية وقت اللي تستقبل في رقم البرن والي وأحنا لما نعرفوش النظام وأحنا لما نعرفوش القوانين والناس كل تعطينا كل المثالة على المدينة الباضلة والناس اللي تفهم كل شيء واضح ومشكوري كل الأطراف اللي دخلت في صالح طبعا البحث التونسيلي موجودة غالي نبدأ مرئيس الحكومة كي ملك أحكي إسكندر جامعة تونسيلي كوريا تقدم وزارة شاباب والرياضة أيضا كلها أطراف كنا تابعنا الموضوع يعني كان حتى اسمعنا إسكندر في مداخلات الموزاي كفين نحن مشيتون نحكيه فنين على المباراة هذه شنو اللي صار في المباراة هذه نشوف بعض الصور طبعا كما قلت وللأسف الترجي يعجز في تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر بالذات خالد الباراة اسمعنا حتى بعض التصريحات الدفاع ومستوى وسط الميدان وقت الفريق منافس يعطيك شطر الميدان دونك اللاعبي الخلف هما اللي بشيصنع اللعب لهنا الحقيقة ترجي ملقاش اللي بشيصنع اللعب اضطر في عديد المناسبات نلعب الكورة طويلة على الهوني حتى نلعب الكورة طويلة على الهوني هوني نعرفوه القامة متاعه قصيرة اللي اضطر اثنين بلايج تقعد نتيجة في المستوى هذه صعيبة لكن مستحيلة ورع التراجي في مناسبات كبيرة اللي ديما على الميدان متاعه فمهاردة تفعل لكن مهاردة تفعل لازم الليوم إطار فني التراجي لازم يحذر الحلول اليوم تفرج في التراجي يعني مدة تفرج التراجي تعرف نقاط القوة متاعه تعرف السيركوية بريفرانسية متاعه تعرف اللي النقاز نقطة قوة تعرف اللي بالرمضان نقطة قوة لازم حلول أخرى اليوم حلول أخرى تراجي للمنافسين قراوة بعد بريسك السيزان قريب توفى يعني سبع مبارات الشمبيونز ليج اللعب ولا مكشوف أستنحوله جميعا مطالب شجل تفه هداف اللي قال عود جزتما معام منافس حبو لنكره الستاتيستيك متاعه خارج ميدانه بيين برشة اللي مخسرش ضد مازنبي مخسرش ضد سانداونز بانه يلقى الحلول الحلول ما لقاهمش مبارات الذهاب لقاهم بالوزداد دونك مازال عنده شانس ونعرف اللي تراجي عند ديما يعمر التفاعل على الميدان بتاعه دونك مبارات لازم يستخلص منها على الأقل لأخطاء متاعهم وليحاول باش يتفاديها من مبارات الرطور خاطر الكنتكست مبارات القياب بش يكون أصب علاش خاطر التراجي يخلي مساحات وهذا فريق يحب المساحات شوف الهداف اللي سجلهم عنده السرعة القدام يعرف يستغل الفينيسون بتاعه وحاضرة بعكس التراجي ممكن البارح اللي كان عنده فورس كبار لولا بتاعه بالرمضان في شاوت لولاني ونحاء المدافع الثانية بتاع باسط اللي ضياحة وفهم كورت بدران يعني حتى في المستوى هذا ما تلعبش مليح لاني تجيوك ثلاثة فورس كبار لازم نكون فهم مليون يموم عكس السيربير وعن أربع فورس كبار سجلهم هل كان بالإمكان التعامل يكون أفضل من هكا في مباراة البارح صحيح الفريق كان جاهز كيف ما يلزم شباب بلوزداد خاصة بدنيا كان جاهز الفريق هذي ويعرف نقاط قوة التراجل هذي تونسي لكن كيفاش تقيم تعامل معين مع المباراة هذي شوفوا أكيد كان بالإمكان أحسن وأنا نذكر أنا أول ما خرجت القرعة على أقل اللي سمعته حتى كنت في البرنامج في راديو قالوا تراجل رياضي والندردس فيقس محظوظين بالقرعة أنا استغربت لأنه عادة الفرق الجزائرية وفرق خاصة نكتلع بدربي يا راي سعيبة وسعيبة برشا وشاهدنا ندردس فيقس يختار في الشمبيونس ليغ مع مولدية العاصمة وخراج شاهدنا لقبال اليوم شاهدنا تراجل رياضي على مولدية العاصمة دور مجموعات مربحش لذاب والإياب كانت مباراة سعيبة معناها كانت مباراة دربيو دي ما راي سعيبة شابيوة بالوزداد تقريبا عندها مات شرطار كتر بحطوية في المرتبة الثانية معناها من الفرق اللي تلعب في أعلى الترتيب في الدوري الجزائري مش فريق سهل والكل يعرف اللي حتى كتشوف التشكيلة متع فريق بالوزداد في البداية أحزن هدف عمال اللي عندهم باللحوة على ذكة الاحتيات اللي بيش تلعب أربع خمسة واحد تقريب بيش تلعب بيش تقبل اللعب بيش تلعب بيش تلعب بيش مرتدة انتي مفروض ماشي أراو دي ما راي موبالية الكؤوس ذهاب وقياب أراو عندك مات شاء لي ورتور مش لازم انتي خطر تراجر يذي فبوري ولا انتي أحسن تمشي غادي بش نربحك ليه خلي هو يعمل اللعب نستطيع اثنين ماكسيمون ومن الجانب الدفاعي فتغتي العكسية في المركاج في كل شي نقاط ضعف كبيرة مش مات شليون بركة كان ترجع قديش من هدف من تراجر يذي عجية تشتي انتي تشوف الهدف اللور الرجل مش يعتوش مش يتكلي عليش يقف واحد ضد واحد مش يرامي يروحك وتشوف الهدف الثاني نفس الشي عمل اون دو خليه في ظهر وداره النقز ولعب اون دو معناها انتي كظهير معناها ثم حاجات بداية حاجات أساسيات في الكورة اليوم ترجع رياضي في ماتش بوزداد تعامل معاملة غير جيدة مع المباراة تخلى برشة مساعات ما كانش موجود في وسط الميدان تقريبا بوزداد لعب خمسة خريبا كان واحد في وسط الميدان الأطراف كان يمشي بكل راحة تشوف الهدف الأول أول شي غلطة الشتي ثم تشوف منطقة 18 ترجع رياضي أربع مدافعين من ترجع رياضي ومهاجم واحد ولا واحد قاعد يستنى في الكورة اليوم روتري معناها ثم حاجات تلعب في شامبيونس ليك في دور متقدم الجزئيات يذو كذلك لما تجيك 2-3 فرص مش قادر تتجسم واحدة تخلص كاش ثم كذلك المباريات الأخيرة متاع الترجع رياضي سواء في الدوري سوكذي مش الترجع رياضي في أحسن حالاته شاهدنا موارد سنتي بس زرتي شاهدنا موارد نادي الفريقي الترجع رياضي مش في أحسن حالاته الأسبوع الأخيرة ما تنجمش ريال كورة ريال مهاش تلقد قوم تقول اليوم عندي معطي شامبيونس ليك تون نرجع للمستويه نلعب لكذي التمارين والمباريات توري اللي ثم مشكلة نربط مع السياسية في المدة الأخيرة أنا ما تنجمش اليوم نجي تقول شامبيونس ليغ ولا كاس الكاب آه اليوم قمت بفريقته أنا نعب على مستوية ليه يا روك تبدأ مكش حاضر لمدة شهر مثلا ولا شهرين اللي خلانين يا روك خلس كاش أخطاء الدفاعية والأخطاء في التعامل مع المباراة وفي الخيارات هي اللي خليت الترجرياضي يخسر بهذه النتيجة مش معنى يا رو في كل شيء في كورة القدم كل شيء ممكن لكن سعيب برشة مع فريق يعرف يهي سفر ثنين مقابل سفر ليزي ما سجلتش خارج ميدانك ليزي قبلت هدفين ولات المهمة صعبة وصعبة برشة على الترجرياض نحكيهم بعض كافية التعامل والترجري مع لقاء العودة رضوين حكينا على الشت يحكينا على البدل البارح حشفنا منظومة كاملة البارح نتطر أكثر من تسار بنسبة للترجري نقاط القوة البارح كانت مفقودة اللي تعودنا بها في الترجرياضي التونسي الضغط العالي على حامل الكورة يمشي المناطق المنافس البارح هذي كل ما شفناهش كانوا البارح شو اللي صار بالضبط ترجلي معناوين يعني ما كانش حاضر الترجري وانت خريط لي في الأفكار متاعي يمكن لكننا نحب نحط المقابلة في إطارها ساعة قبل كل شي المقابلة شفنا فيها لسيناريو الكل معناتها بالوزداد سجل الترجري كان قادر أنه يعدل ما عدلش ضيع فرصة تقريبا معناتها واضحة يعاقبوا تود سويت معناتها بالوزداد يسجل هدف ثاني وكان ينجم تقول استنسنا بهم في الترجري مالخاش اللي ربير متاعه النقطة الثانية اللي كانت الحقيقة ظهر العيان هي المستوى البدني معناتها الفريق ككل نقطة تساؤل كبيرة لأنه معناه ما فماش فريشور فيزيك براتيكمو الملاعبية وقت اللي فاما مثلا 1 كونتر 1 ولا كورس فيتاس نخلو واحنا كالفريشور متاع دي ماتر ما كانتش موجودة عند لعبي الترجري افتقدهم جل اللعبين كالسوا الدفاعين والهجومين اللي رضوين جزء في الكلمة انتع بدنية سمحني مش قص عليك خطر نفس الملاحظة سقناها للمعدل بدني متاع ترجري وردت في فريق كامل لأسبوع اللحظة بشو نقول لك فما حاجة من عرش انتوما كورجي ولعبتوا كورا وتعرفوا يقول لك بعد رمضان بعد فترة متاع السيام فما ليلوتهم بي متاع رمضان هذاك عليش فما يرجع عليك هيا حتى فريق المنزل صغير لا معنا كان قلق رمضان علمين رأوا إذا يحكي بأمور علمين أنا مش قاعد يبر في هزيمة هو صحيح موجود العام لذي عن جل فرق عن أولاد العام لكل تبقى على الفرق الزو حتى الفريق الجزائري يصوم نتصورهم لعبين وعاشوا نفس الشي نكمل هذه أسباب هزيمة الأسباب مش تبيغات لما نحكي عن الأسباب شو خلي التلاجي ما يظهرش بالمستوى المحوض ككثر من هك بسيط كان قدام القول حتى حد مصامش رمضان كامل لا يأكور كما ذيك مش تفسير معناية تبرير تقوله أحب أكمل الفكرة متاعية أنه أولا شفنا الحقيقة فم مشكل بدني في التراجي في المقابلة هذه مشكل ثاني ومشكل فني لأنه تقريبا جولي باس كانت كانت فم برشة بطأ كما حكيت مبكري هذا كل خل التراجي ما يكونش في أحسن حالاته في المقابلة هذه وتعدى أكوت الفريق الثاني لازمنا نحكيه عليه زادة نيس لأنه الحقيقة بلوز داد كان محترم جدا خاصة زوران اللي انتبع فيه مليكان في برمير دو أغوست وكل مدرب يعرف شنوه يعمل يعرف كهي الجاري مقابلة متاعه تود سويت معناها بعدما سجل هدف الثاني يبدل شما تاكتيك يدخل تروازيام أكسيال ويحاول يسكر منافذ على التراجي واستحفظ على السكور متاعه لكن اللي يعجبني أكثر هو لتادي سبريلي عنده حتى في القبيل اليوم معناها يسجل هدف يونكور يهاجم مش معناها ماركالك هدف ويرجع تالي ويحاول يستحفظ ولا يسكر حاول يقع دي كي لبري متوازن صحيح ما جازفش لكن كان البلوك متاعه في منطقة معينة ومبعد حاول يضرب التراجي مع حكم معناها كما أحكيه حسام ولوخيان الضعف متاع الأطراف الحقيقة دفاعية نكلف التراجي معناها زوز أهداف اللي إن شاء الله نقول واحنا يكون قادر بيشد داركم الحاجة اللي حبيتنا حكي لها زادة عندهم ثلاثي الوجوه متاعهم كي سوى سيود ولا السالمي ولا حتى معناها الدراوي كان فهم برشة برميوتاسيون بينات ومشوفنا يبدلوا المراكس حتى في وسط اللعب المدرب يعرف شنو يعمل حظر مقابل انتاعه كي ما يلزم لهنا نقطة نشاطر خالد إنه نازم تراجي يلقى حلول أخرى لأنه الناس كل والتي تحفظتك تعرف شكون خدام لاكس تعرف شكون علمين لشانجمون زادة معناها هما بيدهم فمطالب ش يلقى حلول لو كانت مركات بتاتركورم تعباس كان ينجم يكون سيناريو آخر فالهنا أنا نقول التراجي اليوم ما كانش في نهاره لكن صعيبة المهمة ما هيش مستحيلة إن شاء الله نقول ويعرف كيفاش يجاري المقابل أنه تكون صعيبة في معناية الفورميل ولا بروسيدور بسعمل التراجي بشي حاول يسجل الأداء بشي خلي مساحات مع نقاط الضعف الدفاعية اللي موجودة في التراجي دونك يلفو فارة تونسيون ورحمة زلنا باش نحكيه معك تارخ خاصة فيما بعد المباراة وكيفية تعامل التراجي الرياضي تونسي في لقاء العودة لكن شوفوا ندوة صحفية تصريحات المدربين بعد نهاية المباراة هذه أول حاجة ما كنش الحقيقة قبل المباراة ما كنش ما نتصوره وشوف المباراة بالنتيجة 2-0 لأنه الحقيقة حضرنا الماتش متاعنا يعني جورت يعني رتحناهم الماتش هذا وخدمنا يعني أخذنا وقتنا في الخدمة ولكن اليوم فما حاجتين رمار كابل اللي اللي قلقونا أول حاجة عملنا أخطاء دفاعية يعني بداية مش مسانسين نقوموا بالأخطاء هذه وفي النفو هذا تعمل أخطاء كما هكا تبايكاش ثم اللي رتح ضيانا معنى أكور اللي كنو رجعونا في الماتش عملناش سيبرية معنىش أنتام في الميطان لولاني خسرنا معنى لديويل سورتو لديوزيان بال هما كنو أكثر أغرسيف معنى أعالكورة كنو لولانين على الكورة بتتر معنى انتي قلت يمكو الكنسانتراسيان يمكو بتتر نجمكون اكسي دو وإلا يمكو المباراة في اللمخاخ ما كانتش معنى حاضركم يلفو على كل وقت اللي نرتكب أخطاء كما هكا كما قلت خاصة من ناحية الدفاعية ذيك الحاجة اللي مش مستنسين بها مستنسين نكونوا أكثر صليد أكثر مركزين وكما قلت لكم معنى شوف الهدف لو المثلا اللي سجلوا بالوزيد نفس اللوكازيون نخلقون نحنا نحاوها معنى على الخط اليوم كان فيما رتاج زادة من ناحية الهجومية ما زالتكم فيما مباراة عودة الحدود أكيد موجودة ترجي موش يكون ساهل معنى في ميدانو إن شاء الله نعملوا راكسيون بها على قل بش رجع معنى نعرف اللي الجمهور متغش نعرف اللي موش هدئي وجه ترجي ولكن إن شاء الله نحضركم لفو الماتش رتور إن شاء الله فرص حاف نحضر لدينا حافظ في تونس ولكن علينا نحضر في ميدانو لفو لأخصصي في ميدانو قلت لأخصصي لأخصصي 0-0 ونحضر لأخصصي لأخصصي للتونس لأخصصي 0-0 لأخصصي لا تقدرش تكون هذه نتيجة نهائية وأن النتيجة تحسمت مرة واحدة باقي شوط ثاني هذا شوط أول باقي شوط ثاني في تونس بش نعمل اللي علينا شاء الله بش نحافظ على الأسباقية بتاعنا وحتى مع اللاعبين حكينا في غورت الملابس أنه كإنو خرجنا 0-0 ربحين دو زرو نكون بيان الاسبرانس نكون نتودي نوتر ماتش نتودي ومعين تنشحة تقريباً مجموعة الأسباب التي سنرى الترجي اللي بارح في الوجه هذا ما يجعلونه لا ترجع بنتجة إيجابية نحكيه وتو على لقاء العودة خاصة كيف شفت بتباعاً؟ ما عليك تحكي المبارات للذهاب؟ ولقاء العودة كيف يجب أن يتصرف معها لترفين الترجي؟ أول حاجة يلزم أصلاح الأخطاء التي صارت في مقابلة الذهاب على خطر فما أخطاء فردية وفما أخطاء جماعية الأخطاء الفردية اللي يحكيوا عليها مع أنت في الدفاع خاصة النزوز أظهرة لكن الأخطاء الجماعية هي الوسط الميدان بتاع الترجي اللي هما بالغيث وبرمضان أول حاجة ليكيب أدفيرس مخالة لهمش ليس باس لكن هما زادة سهلوا مأمورية الفريق المنافس وقعدوا يلعبوا في وجوه المليون التهرانة بتاع ليكيب أدفيرس ولكن هما يلزمهم يلعبوا بيش يعملوا الاختر يلزمهم يلعبوا وراء ظهر لوسط الميدان فكالاسباس في الانتر ليني ما بين المهاجمي ما بين وسط الميدان وبين الدفاع هذا ما صارش في الترجي الرياضي ممكن في الشوط الثاني وقت تدخل الشعلاني يمكن بالرمضان خذها شوية للنسيات أنا حاسب أعتقادي فما أخطاء زادة في التشكيل في اعتقادي لهني من الجمش يكون لاعب تيتيولير بعد ثلاثة أسابيع ولا شهر راحة سورتو في ماتش كاردو فينال الدبيوت ماتش معروف الامباكت فيزيك ديما هو ليسيطر سورتو ديربي كيمن هكا وخارج ميدانك وخارج ميدانك كيف كيف الخنيسي الخنيسي بالنسبة لي العكس حقويسي يبدأ باسط عبد الباسط ولا باسط المليع بهذا ولو تيكنيك مورا أو تريليميتي بالنسبة ليه ما نشوفوش في مستوى متاع شامبيونز ديج ومتاع فريق كبير كيما الترجي لكن على الأقل نبدأ به هو لأنه ينجم يتعب لكيب أدفيرس احنا شفنا الترجي رغم اللي بعيد عن مستوى في الأربعة دراجة أربعة ساعة فما ديزو كازيون ممكنه كازيون ولا اثنين كان ينجم يسجل هدف على خاطر في أخر الماتش المدافعين التركيز ينقص الفيزيك ما يتعبوا سورتوه كما قلنا بكري بعد رمضان من نعبية الكل تتأثر لدوزي كيب يتأثروا دونك هذو مع عوامل يلزم يصلحهم الأخطاء الدفاعية معانتها فما أخطاء فردية وفما أخطاء جماعية خاطر في الهدف الثاني حتى بدران يتحمل المسجد بدران بعيد مرش على يعقوب لا يعقوب لا يعقوب الذي تركز عليه المهاجم لكن بعد كيعمل بدران بعيد أربعة خمسة متر وهذه غلطة كبيرة بدران أحسن لعب هو في البطولة التونسية لكن ارتكب خطأ معاناها كان خطأ قاتل بالإضافة معانا الترجي على الحاجة اللي كانت اللي جربت لي انتباعي أنه فريق المنافس كان عنده واضح واضح شي يحب يعمل المدرب الترجي ما كانش واضح ما كنتش تعرف الترجي أسكو يحب يمركي ولا خايف لا يقبل هدف الترجي كانت عنده البوسيسيون لكن البوسيسيون كانت عقيمة كانت نيغاتيف كان ديما يدوروا في الكرة في وجههم الكرة وما خلوهم الكرة وما خلوهم الكرة خطر نعمل معانتا بلوكي كيب بالوسطي تسمى شوية نقطيح شوية وهذا يعليش قطلك البلونت جوع متاع الفريق المنافس كان واضح كان يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف متاع الترجي سكر نقاط القوة وزيد سهلوا الترجي خطر كان جاء عبد الباصد بالإكزامل يلعب من الأول حتى كيتسكر من الويتران تجم تلعب الكرة في ظهر معانتا كرة طويلة على عبد الباصد تستعملوا ستاسيون هذا من الجم ما يعملوا والخنيسة لأنه ما عندوش القدرة بيش يلعب بالظهر ذنك هذك عليش قطلك معانتا فما أخطاء فنية زادة ممكن في الاختيارات كما حمد الهوني كان ينجم كيدخل في نص ساعة ولا ميطان يكون عندو فريشور فيزيك أكثر ويكون فعال أكثر بالنسبة للمقابلة العودة مقابلة العودة بشكون أصعب لكن ممكن للترجي بشكون واضح يلزمني نسجل أول حاجة لا يجب أن نقبل لا يجب أن نقبل لا يجب أن نقبل لكن على الأقل الأبوضيكتيف أنك تسجل واضح هذا الخطر المليعبي يبدأ داخل الميدان وليس يعرف أن يذهب بالضبط ما هو يعمل أو ما يتمهم لذلك يبدأ يعرف أن يجب أن يسجل لكن الخوف الكبير هو أنك تقبل أهداف خطر دفاع الترجرياضي خاصة يبدأ عالي على المرمى ويجعل يجب أن يسجل وراه معانا فما ضعف كبير في ثلاثة مدافعين براسك الوحيد اللي نشوفه معاناها عنده مستوى محترم هو بدران مقابلة بشكون صعيبة صعيبة ممكن الترجري إذا كان ينجح أنه لا يقبل أهداف ينجم يسجل أهداف التعقيب على الطرق على حكاية الفكر بواضح ولا مشواضح بالنسبة للترجرياضي سيفري النجم ونقوله لم يكن رسم اللي ماشي مثلا أفنسيف 100% والدفاعين العكس لكن الملاعبين تصور الميساج خلط طلهم كي ما يلزم لأنه نشوف الشتي والنجاز معاناها يطلعوا باستمرار خاصة في الشوط لوليني ودايور هذيك عليش خليهوا ديزي سباس معاناها الملاعبين عندهم اللي كونسين يظاهرين مثلا اللي زرير اللي تيرو لازم يطلع وليزم اللي يبير اللي هوني والبدري دونك فما الحقيقة توجه هجومي لكن الابليكاسيون اللي كنت تحكي عليها هي اللي ما كانتش منتازة في تراجل لأن كان فما بطء كبير خاصة في الترانزيسيون أوفنسيف أنا هذي رأي شخصي واضح نعطيكم رقم بالنسبة للتراجل التونسي للمرة السابعة التراجل يخسر بفارق هدفين في الأدوار الإقصائية في السبع مرات هذومة ثلاثة منها حقق يتجاوز التراجل يعني الأدوار هذه بفارق هدفين في لقاء العودة تابعا نسكندر كنت حاضر أنت مع تراجل هذه تونسي شنية ديسكور اللي تحكيها بالإطار الفاني والملاعبية بعد المباراة هذه وخاصة كيفاش ترى بشي حاضر التراجل هذه تونسي اللقاء العودة هو التأثر واضح حتى في المروح تأثر واضح عن الناس كل وما كانش فهم برشة كلام ما كانش فهم برشة كلام متصور أنا برشة كلام جاء لأي مات القاد مش وقت وقتها اليوم كانت راحة اليوم راحة بالنسبة للملاعبية فهم برشة كلام لكن الكلام برشة رو ساعات مش وقته ولا ينجم يأثر لكن ينجم يعمل مفؤول أكسي ولا بالوقت يتنجم تشنجات وكلامها شو عندك وقت كي ترواحت هو اليوم الأكيد أنه مسؤولة مشتركة ورينا شوية انقسامات حتى كي تشوفوا الرياكسون يقول لك المدرب واليطار الفاني يقول لك الملاعبية اليوم كلي حقا جماعية هي ما يجمش حقا فنينا كتبركال الولاي تقال وليزم يتقال مجمش نحكي على مور الفني نحكي على إنسان يتفرج في كورة إنسان يستنى في ملاعبية نحكي على ترجرة تونس اليوم على ملاعبية بخلاف الفكرة متاع المدرب بلي ما يظهر برشة ولا غير وليزم يتصلح الشي هذا وليزم يتكون تباغت وغير هذا كموضوع الموضوع الثاني أنك يتابة للتيران يتكون ملاعب يتكون جند يتكون صالداء عندك وراك تاريخ متاع الجمعية كاملة وعندك قدامك زادة حاضر متاع الجمعية يتعرف أنك رك تعد يزو ثلاثة ما تشويت رك مش بترس يصبح عليك سنة سي سيبون ومعش تحرك من غادي وهنا من الملاعب ومن اللي ياخو في القرار من ناحية التشريك وإذا كان زادة نحكيه على الملاعبية نحكيه على روح نسمع في التغذية لديويل كيف كيف شنو آخر دوزين بال هذوم الكل جمعية ما كانش فيها روح ما نجمش نقول الملاعبية دخلوا رمي يحبوش يرفحوا إنكو سيب الواحد يلعب عن كاردو فينال ويلعب على تشامبيز ليج صعيب تقول رمي جاي بشي مستسهل لأمور لا 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 ما نفهم موتيباسيون واحده ما غير ما يستنى حتى أحد يموتيبي لكن فما حاجة ناقصة أنا نصور أنه يزم الجروب يكون قريب أكثر من بعض الملاعبية حتى في الكوميكاسيون تشوفي وسط اللعبة ما تحسش فهم برشا كوميكاسيون برشا كلام بيناء الملاعبية فماش يكون يفايق هذا يكون يغطي على هذا ما يحسبش مع هذا يلزم ناس تعرف أنه يلعبوا الكل على خاطر جمعية واحده وماريول واحد اليوم فما لقطة صارت في المقابلة تقريب ما نفقناش بها ناس الكل يتفرجوا في التلفز لكن تبدأ قريب بتفهم هاملية بنغيث عليش خرج بأمور فنية أكهو فما أكثر من المور فنية بنغيث كان فما جمهور متاع السيربي يغنيلوا من الليبنان غني متاع السيدة رو خرج من اللعبة كمبلتمن رو باس ما عش نجم يوصلها والعنية إذا كان أنا جاي بملاعبي أجنبي ونخلص فيه بالمطن ذاك الكل ونستنى منه في إضافة على غناية وعلى الكلمة تخرج من اللعبة رو موش مسموح لي ثلاثة مئة واحد يخرجوك هيدا موش مسموح لي هذك عليش خرج مش مستان فيه وقت ما ذاك ظاهر أنه خرج من اللعبة هنيين أنك مكش حاضر ذنيت ولي مشكلة مني كنتي أكثر من اللي بشارك مشكلة يوم اللاعبين الجزائرين اللي هما المفروض نقاط قوة الترجي في الجزائري ولو آخر كما شوفنا اليوم الشتي بالغيث ما كانش في فورما متاعه وزيد على ذاك كل يعني مبدران أيضا ما ساريه ما لازماش نرميه كما حكي لك توس كدر هي مسؤولية مشتركة معنا تكسوها الملعبية الأجانب والمحليين نفس شيء بالنسبة لعبد الباص نحن نعطي قطب الإضافة توقي نفس الشيء معنا هذي ركريتمون رضوين جاي الفروجير سبورتيف قبل ما يكون مادي لونك سبورتيف يزن نتكلموا اللخة من أول نهار في الكونترات لخة نهار في الكونتراتو متاعك لونك اليوم مناش حاشتنا بنغيث بالذمة بش نقولولوله لا لا يزن موكون موجود ويفيق شوية ويفيقوا معا الناس الكل بش يكون مقابلة الرطور فايسل بش ترجي يتعدى يلعب كونتر زوران نفس المدرب اللي كان مع بريميرو داقوستو وكان معاك جمهورك اللي يتزم معاك للاخر اليوم النقطة اللي مش تلقاها في الرطور والجمهورة ترجي رضي للتونسي اللي مسلس يتزز أكثر ما يلزم المدرب يزم يلقى الحلول هذا أكيد الملعبين يزم يقرب واكسة لبعاظهم يفهموا المسؤولية اللي جايين على خطر خاصة الحلول إذا فيه لتحط عليه ولا هذي كل يزم يكون موجود حتى الجمهورة وعندوق قيمته اليوم فما سبع أيام تقريبا نحي منه منهار ستة ايام يزم كل نهار يكونوا موجودين وراء جمعيتهم موجودين في البارك وموجودين في التميرين يزم يدزوا غلطة ليه الجمهور من المسؤولين اسكندر باللقطة اللي شفناها بعد الهدف الثاني لقطة سايود لقطة غير أخلاقية بالطبع شفناها موجودة حتى على موقع التواصل اجتماعي إن شاء الله النجم الكاف يتحرك من الصورة موجودة ويلزموا يتحرك أنا نصور كما احنا في تونس نمشيوا بالصور التلفزي حتى في الكاف يمشيوا بالصور التلفزي لقطة واضحة ما فيه شي حتى محاولات التبرير ربي معاهم هما كل واحد يقول لك أنا رأوا عملها الواحد من الجماهير صارت في تلفزة دخلت في الناس حركة حركة للجماهير حركة متنجمش تفسارها ومتنجمش تبررها دونك ذاك عليش في الأخر هذي اليوم الاتحاد لفريق الكورت قدم قدموا مسؤولي كما قتل بحضور الجماهير ماخداش موقف ماذا بنا نيخ موقف في اللقطة ذي بالذات خاطر زادة خانقلاب صراحة روغي ياب سعيود مش في بدل كل شيء في المشط لكن زادة أطوب بنسبة للملعب ما يزمرش الدينامو أفض اللعب جامعي ولا ما فميش تراجز موقع حق يتبعوا الاخر عذاك شو قتل الناس كل يجب أن تخدم للخ إدارة ملعبية خاطر توا اللي تعدى وفا الاسبرانس جاي في نهار صون خسرت دو زيرو واللي صار صار مهما بشيكون التبرير احنا نحاول نعطيه وراينا بش الناس على الأقل حتى اللي ترفني معناه والناس تاخدوا فكرة شو الأسباب تول أهم هو جاي أنا وجهة نظري على الأقل أكيد هو معين هو الأدرة هو اللي ترفني متاعه يعرف رو ثم بعض المباريات نجم تبدل الشيما تكتيك مش لازم ديمة أربعة ثلاثة ثلاثة اليوم مثلا المباركة كما هذه أنت مطالب بالسجل ثلاثة هداف نجم تلعب أربعة ثلاثة ثلاثة واحد نجم تلعب بالخنيسي وعواب نصنا بعضهم يلعب خنيسي دوزي ماتاكون وزوز على أطراف تلعب بكوليبالي وبرمدان هذا معناه نحكي لك حل من الحل معناه تنجم خطر هو المنافس يستنى فيك ويعرفك فيش تلعب تنجم أنت تباغت المنافس تزيد لعب إضافي لعب هجومي إضافي بعض التعليمات الواحد يزيد يعمل المنافس معناه تباغته بطريقة كليل ونلعب أربعة ثلاثة واحد نجم في مباركة كما هذه خليز منك ماركة ثلاثة على أقل اثنين المشكلة عندك إفكتيف يحكم فيك نجم يلعب تحت لا تقوم لا لا يلعب على بس ونخنيسي يدور عليه في ظاهره يخدو زيانبالة رابيد الكورة الثانية يخوها ينجم تجرب التنديم هذا ما تسيس ما مشاش معناها ما مشاش مرة ما مشاش مش تجرب زادها في ماتش لازم اكتب كما قلنا مدقيقة لولدقيقة تسعين تكون دقيقة خالد تتعرف للخنيسي للباست للخنيسي للباست هدفين وعنده معدد الأطراف مهم حاضرين 100% يجبك تعمل أم بلوس ومع عبد باست وانتي كخنيسي يكون حاضر للكورة الثانية ما عندكش انت رقم 10 رقم 10 يجبك تلعبوا مثلا قريب المهاجم نجم انت يكون حل ينجم يعطي الإضافة نجم نشوف هذه في لقاء المتلوي مباراة تسبق لقاءة شامبينزلي شوف موقف كالأمور البدنين كفيف تلعب في ثلاثة يام في جمعة ثلاثة ماتشويت بش تريح ملعبية بش تلعب بلي كيبقى كيفش بنجم تتعامل فهما ريس كتا عصابات فهما برشة ريس كيفش بش تتعامل معه الماتشاديك مع المتلوي أنا شخصين منصور فشانو ترجب شاد بلي كيبقى صعيب برش خطر إذا كمشي خم في مصدح اللي فاتو ما هو ما هو بطش في جمعة ثلاثة ماتشويتو مش دي سي زيف يستنى فيه بعض نهارين في لعب لك بلقاء سيبا يبيضون شوف نحكيو عالحلول أنا ريكي ما قلنا خبيلا نحكيو أنا ريت الكورة طويلة على الهوني فعليش مش كورة طويلة عالنا قيز نذكر الاتوال عالنا قيز عن فاوزي بنزارتي وقت ما قلوش حلول كورة عن دياجونال حط كورة في السيزمات ساكانت يعني الحلول موجودة من اللي كاليتين بتاع الملعبية ناك هذا عندك ملعبية عندهم بديكاليت نجم تلقى الحلول برابور للادفرسير متاعك اللي ديجا عطاك انتي فلاش كيكمل كامل الماتش بتيفونسات رواء لازم حتى نسير بيزا ديج ما عملك مفعجة ويلعب لك بثلاثة مدافعين في المحا ورحو دو يعني يلعب من من كات سنكة يلعب سنكة دونك الماتش رو الحلول نجم القام ووسط الملعبية أما اللي بلوز امبرتو هو الكرياديفيتين مثلا ملعبي لازم نكون عندك المنموم باش تقلب الماتش باش تتعطيني البلوز باش تحاون هذا هو هذا اللي عملوا باريزامل هذا اللي عملوا ملعبية متاع بالوزداد اللي فهم بك الباسمون دوسوا في الفور في الفينيسون انتي تشوف الهدف متاع التعصير الولاني الولاني دوز وكازو أسهل متاع الترج متمركيوش وواحدة بركة وواحدة متاع المنافس مركيوش خاطر الهناء فوريك فاما فريق حاضر ساعة الملعبية ذهنين حاضرين وعارف اللي نعجم على أوكازيون يتقلب الماتش لهم من هذا والكرياتيفيتي وكل رأوا توظيف اللعبين مهم جدا اليوم في الترج إذا كان مثلا البدري وقت اللي يجربوا تحت لاتاكون ممشيش رأوا من نجم يلعب لك كان في كل وار الاخنيسي هو شنو يقصد مثلا حساب الهناء أنا معاه يقصد لك لفيا سوربريز مثلا إذا كان يكونوا دوزا تاكون كيفيفش يتم التعامل معهم لزاكسيو متاع الفريق الجزائري دونك هذا اللي يقصدوا شو نجم يكونوا دوزا تاكون أموش ويحتحت ويحت لحقيقة خاطر ما فيهم حتى ويح عندوا التكنيك اللي بشلعب تحت لتاكون مشتحش ميكونوا دوزا تلعبوا يدور عليهم دايور رس بيرانس يخول دوزين بال نمرة عشر كم بالماتش بكتكت دوك تخل توقي ولا توقي يا ما تحسنت لومون والقال اسباس ومحمدالي برونغان وليخوا ترأيك عند الملعبين تحسنت للملعبين نغتمعك تارك بالنسبة للمباراتات لكن ديفونسيف للفريق المنافس تسجل هدف وكان ينجم يسجل هدف ثالث خطر كي بش تنقص مليو التران وتزيد وتزيد وانا تاكون بشيو الليو بريسك لينيا معنى جوار دوكولوار منا دوزاتا كون جوار دوكولوار منا المليو التراني يفرغ وم بلوس انتي عندك ضعف في الدفاع متاعك دونك ممكن عشرة دقائق بساش ندقيقة تنجم تعمل هكاكة تشتب تكيكت تخيل انتي بوزيتش ديك وتلعبك القدام مانتي مش تلعب القدام خلينا نواجه تحية الكريمة السابعي مساعد مدرب طبعا بلوزداد اللي قام بترجمة هو الضغط يقولون للزملاء والضغط الصحبي السابع مساعد مدرب شباب بلوزداد هكا نكونوا كمان عن مباراة تلاجي نمشي المباراة ثانية مباراة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومباراة نادي سفيكسي وشبابة الإقبائل نشوفه بعض السور طبعا اقبال المباراة هذه لكن طارق بلما نمشي المباراة هذه كانت هي المباراة الأولى الحمض الدو نحكيه خاصة على توقيت تغيير المدرب كيفاش تشوف توقيت هذية واختيار حمض الدو على رأس الفريق خاصة ما هوش باش يكون أسوأ من توقيت تغيير بوجلبي معنى في بالي ممكن هو التصحيح يعني ابتعى تغيير لا أنا حسب رأي ابتعى هو التغيير الأول كان